كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح فقال الرئيس السيسي أنه عندما تولى المسئولية كان الهدف والقضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية مضيفا أنه كانت هناك مساعر لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011 خلال التمن تسع سنين دول من 2011 لغاية النهار زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك أنا بحاجة الحكاية ديت ليه عشان أنا في القاء سابق قلت خلي بالكم اوعى عنيكم اوعى عنيكم تخفل أو تنام على حاجة في جوه مصر وكمان مش بس كده كمان ننتبه ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا برا مصر أنا عايز أقول للشعب المصري كله كان عندي خيارين لما توليت المسئولية خيار ان انا اشيلكوا الهم واخلي الموضوع معاكم وزي ما قلت مرة قبل كده او مرات يمكن ونحن نوقف كل الأعمال ونعمل حجد إعلامي ضخم على الحرب اللي بيتم هناك الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني ونحن لو جبنا لكم الأفلام مش بتاعتنا احنا عشان ما تقولوش ان احنا اللي يعني تصورنا لا 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 اللي موجودة عني